لنستعرض معكم مشاهدين حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب والتي تجاوزت 24 مليار دولار من بينها ذخائر مدفعية وذخائر لأنظمة صواريخ سام للدفاع الجوي وأنظمة هايمرز التي شكلت فارقا في الحرب بينما يستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفيدرالية والذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار أرقام ضخمة لحرب قد تعيد رسم خارطة المنطقة إذن الدعم الغربي لكياف كان عاملا حاسما وبطبيعة الحال تصدرت قائمة الداعمين الولايات المتحدة مع 19.6 مليار دولار قدمت على شكل معدات وأسلحة عسكرية و4.6 مليار دولار مساعدات مالية عسكرية ليبلغ إجمال المساعدات حتى الآن 24.2 مليار دولار أبرز الأسلحة الأمريكية كانت أنظمة هايمرز ومدافع الهاوزر وصواريخ جافلين المحمولة على الكتف إضافة إلى كميات ضخمة من الذخائر المتنوعة بريطانيا حلت ثانية في قائمة الداعمين مع تقديمها معدات وأسلحة بقيمة مليار دولار إضافة إلى 2.3 مليار دولار كمساعدات مالية عسكرية بإجمال بلغ 4.3 مليار دولار بينها مدافع هاوزر وصواريخ جافلين أما ألمانيا فقدمت 2.4 مليار دولار كمعدات وأسلحة تضمنت مدرعات جيبارد ألمانية وصواريخ ستينجر المحمولة على الكتف أمريكية الصنع الجارة بولندا بحجم المساعدات قدمت مساعدات قدرات بـ 100 أو 1.9 مليار دولار أسلحة ومعدات عسكرية مثل ما ذكرنا إضافة إلى إسهامات أخرى من كندا والنروج والسويد والدنمارك والشيك أما فرنسا فحلت بالمرتبة الأخيرة مع تقديمها نصف مليار دولار معدات عسكرية وأسلحة فقط وذلك بسبب تخوف رئيسها إمانويل ماكرو من إهانة روسيا وفقا وصفح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر